السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عن حقوق الروح علينا ما هي حقيقة هذه الروح وما هي حقوقها على بني الانسان كنا في حلقة الامس قد تحدثنا عن حقوق الجسد علينا واللحظة نتعرف عن حقوق الروح ربنا سبحانه وتعالى من فضله ومنه وكرمه ان خلقنا خلقنا وكنا عدم نحن كنا عدم ثم سيرنا تراب ثم سوانا واعطانا السمع والبصر والعقل والفؤاد ثم نفخ فينا الروح واعطانا الاراضة والفكر والعقل وغيرها من النزعات لك الحمد يا رب ولك الشكر يا عظيم خلقتنا في احسن تقويم وابدعتنا في اجمل هيئة اي نعم كل واحد منا عليه ان يحمد المولى عز وجل وانظر الى نفسك في المرآت ربنا سبحانه وتعالى لم يخلقك حيوان ولا نبات ولا حجر ولا شجر وانما خلقك انسان وقال لنا جميعا يا ايها الانسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في اي صورة ما شاء ركبك اي انه سبحانه وتعالى ابدع هذا الخلق وجعله من روح ومن جسد اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين نحن خلقنا من الروح والجسد ومطالبين بان نوازم بين مطالب وحقوق الروح والجسد اننا نضمن التوازن تعرفنا على اشياء كثيرة مرتبطة بالجسد في حلقة الامس اليوم الروح ما هي هي خلق من اعظم مخلوقات الله شرفها سبحانه وكرمها ونسبها لداته العلية فقال فاذا سويته ونفخت فيه من روحي من روحي نسبها اليه جل جلاله الانسان كل انسان كان مسلم او يهودي او نصراني او حتى لا ديني هو محترم وهو معزز ومكرم لماذا لان فيه روح الله روح الله تسري فينا جميعا فالانسان استحق ان يسجد له لماذا لان فيه روح الله ليس لان فيه سبعين او تمانين كيلوغرام من اللحم والعظم والشحم لا هذا لا قيمة له ولكن فيه روح الله تسري في ذاته وفي نفسه هذه الروح بحث عنها الناس وشغلت الانسان منذ القدم المفكرون والشعراء والكتاب والمغنون وغيرهم انشغلوا بهذه الروح وحاولوا ان يسبروا اغوارها ويبحثوا عن حقيقتها ولكن لم يصلوا الى شيء حتى ان بعض اليهودي كانوا في المكة المكرمة وطلبوا من المشركين لكي يفحموا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قالوا لهم قولوا لمحمد اسأله سؤال خطير سؤال لن يجد له جواب ان كان نبي سوف يجيب وان كان مدعي فانه سيقول كلاما متهافتا اسأله عن الروح ماذا سوف يجيب فنزل قول الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا انها امر خاص بالدات الالهية وكل ما بحث الانسان على هذه الروح واستعمل كل وسائل العلم ووسائل المعرفة لن يصل الى شيء لان المعرفة التي منحنا الله في الدنيا معرفة بسيطة جدا وما اوتيتم من العلم الا قليلا علم الهندسة وعلم الميكانيكا والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك وعلوم سياسية واقتصادية وبعض المعارف والمباحث في علم النفسي والاجتماع وفي التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاستناعي والطب والغيرها من العلوم كل هذه العلوم شيء بسيط بسيط جدا وما اوتيتم من العلم الا قليلا وانا فان العلم الرباني الالهي ليس له حدود ومن تم قد يبقى الانسان يبحث عن هذه الروح فلن يجد لها سبيلا هذه الروح ايها الاحباب الكرام هي هبة الله للبشر الصلحاء والاخيار والابرار يقفون امامها مجدهين يمجدون الله ويحمدونه ويسبحونه ان وهبنا هذه النعمة هبة عظيمة من الله تعالى لبني الانسان هي التي تميزنا عن بقية المخلوقات فبقية المخلوقات عندها نفس لكن ما عندها روح والنبي صلى الله عليه وسلم قال بانها متميزة وتختلف وتتنوع وصفها سيد الخلق فقال صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناقر منها اختلف ما معنى هذا الكلام الارواح جنود مجندة ما تعارف منها اتلف وما تناقر منها اختلف لانه فعلا هناك بعض الناس تقضي معهم عمرا طويلا ولكن لا يحركون فيك ساكنا روحك مع روحهم متنافرة هناك أرواح متنافرة وهناك أرواح متمردة لا يعني لك شيء رغم أنه عاش معك ردحا من الزمن والدهر لكن لا تشعر بأن لك معه اتصال ومنهم من تنظر إليه مرة واحدة مرة واحدة فإنه يشبع عطشك لسنين طويلة تتساءل كيف؟ هذا أعرفه منذ زمان نشأت معه في بيت واحد وآكل معه طعام وشراب وربما قد يكون من لحم ودم ولكن لا أجد معه اتفاق ما هو السبب؟ الروح أرواح متنافرة وقد تلتقي بإنسان آخر تنظر إليه مرة واحدة وتشعر بأنك تعرفه منذ سنين وتفرح به وتسعد سبحان الله إنها الأرواح جنود مجندة ما توافق منها اختلف وما تنافر منها اختلف من الناس من تباعد بينك وبينه مسافات وأقدار ويبقى لسيق الروح والفؤاد وفيهم من لا تقوى إلا على فرقه معك تتمنى أن تبتعد عنه كم من أناس إذا وصلت معه تقع في مزاع تقع في خصام كان حتى بين الزوج والزوجة وقد يكون بين الأباء والأبناء وقد يكون بين الجيران وقد يكون الزملاء في العمل بل حتى الدول هناك دول فيما بينها في مزاع مشكلة ربما قد يكون السياسي ومصالح مالية ولكن هناك الأرواح حاضرة بقوة هناك أرواح تجدها مؤتلفة متحابة متعاونة وهناك أرواح متنافرة متبردة لا تقوى إلا على فرقها إنها الروح بقدسيتها وتفردها نفحة من نفحات الخالق ربنا نفخ فيها في الأجساد لهذا حينما نتكلم عن التربية والتوجيه نلاحظ بأن معظم الأباء والأمهات ربما قد يهتمون بأجساد أبنائهم وبمعارفهم يعطونهم ربما الطعام والشراب الذي يغدي الجسد يلبسونهم أحسن لباس يسجلونهم في أعلى المدارس الخصوصية التي تعلمون فيها اللغات والمعارف الحدثية والمستقبلية يهتمون بكل ما يتعلق بتربية الأجساد ولكن تخيل معي أيها المستمع الكريم تخيل معي أن ابنك علمته كل شيء لكنك أهملت تربية روحه أو ابنتك أهملت تربية روحها ما الذي سوف يقع؟ هؤلاء الأبناء لما يكبروا عندهم كل شيء عندهم المال المعارف الشواهد العليا الرصيد البنكي الضخم وعندهم حتى موقع في المجتمع وكلمة مسموعة نافذة لكن الروح إذا لم تقم بتربيتها وتوجيهها سيكون هذا الإنسان حاقد أو يكون مدجج بالكراهية وقد يكون ما في عاطفة للناس أنه يسرق ويفسد ويقول هل من مزيد ويظلم ويلعب بالمصطلحات ويهدف فقط إلى المصالح المادية وينسى نعمة الروح لما نتكلم عن فساد بعض السياسيين وفساد بعض كبار المسؤولين حينما يتولون أمور الشأن العام وربما قد يفسدون ولا يحققون الرغبات التي يسعى إليها الناس ما هي الأسباب؟ هل ينقصهم هؤلاء الناس المعرفة الاقتصادية وحسن التدبير؟ هل ينقصهم كذا وكذا؟ في الحقيقة المشكل عنده علاقة بالأرواح إذا كانت روحك طاهرة زكية فإنك تعمل بالليل والنهار لخدمة المصطلحة العامة إذا لم تكن عندك روح فإنك تفكر فقط أن تركب على المصطلحة العامة لقضاء حوائشك لهذا نلاحظ بعض المفكرين الفضلاء قالوا لنخطط لأرواحنا قبل أن نخطط لبطننا وبيوتنا وديمقراطياتنا نحن نخطط لبطننا الفلاحة والزراعة والانتياج الغدائي ونخطط لبيوتنا نضع وزارات للتعمير والتنشئة ونخطط لديمقراطياتنا نضع مجالس منتخبة وبرلمانات ولوائح جميل هذا مطلوب لكن ماذا خططنا لأرواحنا الأرواح هي المحرك الأساس لنظام الحياة لهذا قال هذا المفكر الإسلامي العظيم قال لنخطط لأرواحنا قبل أن نخطط لبطننا وبيوتنا وديمقراطياتنا يعني أن نهتم بالروح وأن نعتني بها هذه الروح أيها الأحباب الكرام هي لب الإنسان وخلاصة تكوينه وهي البوصلة للقيتي غاديم زيان كي احترم المبادئ وكي احترم حقوق الإنسان وكي احترم عامل ديمقراطي وكي احترم القيم الإنسانية اعلم بأن له روح زكية وعندها بوصلة تأخذه إلى الاتجاه الصحيح وللقتي غير ذلك اعلم بأنه فقد الموصلة لأن الروح غير مهيئة الروح هي الأساس كلما كانت تتسم بالراحة والطمأنينة والسكينة كلما كان الجسم مرتاحا هناك علاقة قوية بين الجسم والروح إذا كان جسمك مضطربا مريضا عليلا سقيما متعبا اعلم بأن المشكل قد يكون في الروح وكلما ريحت نفسك وكلما روحك طاهرة كلما كان الجسم حتى ولو أصيب ببعض الأمراض سرعان ما يشفع سرعان ما يتقوى فالروح هي التي تعمل على تهديئة النفس وتؤثر على الجسم كله ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقوها قد أفلح من زكها وقد خاب من دسها من أزكى هذه الروح فإنه يرتقي ومن دسها فإنه ينزل لابد من الاهتمام بهذه الروح ولابد أن نهي لها الغداء والتربية حتى قال أحد الشعراء يا خادم الجسم كم تشقى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران أقبل على النفس واستكمل فضائلها أنت بالروح لا بالجسم إنسان فالنفس والروح من من قال أن النفس هي الروح ومن من قال لا هناك اختلاف يا أية والنفس المطمئن ارجع إلى ربك راضية مرضية قالوا الروح هي النفس والنفس هي الروح وقالوا لا الروح هي شيء آخر سري لا يعلم كنه إلى الله وما أوتيتم من العلم إلا قليلا السؤال العملي كيف نرب أرواحنا كيف نهيئ هذه الروح لتكون قوية وسليمة وبالتالي سوف تؤثر على أجسادنا الجسم سوف يصح ويشفى ويتقوى وبالتالي المجتمع كله سوف يكون صالحا نورانيا طاهرا بعض الناس ربما يهتمون برياضة اليوغا بعض المثقفين وعلية القوم يبحثون عن تربية الروح يعلمون هناك أثرياء كبار وهناك أعيان من المستوى الرفيع يشعرون فعلا بالإضطرابات النفسية ويبحثون عن ما يخلق لهم التوازن فينضمون إلى بعض المنتجعات التي وضعت خاصة للرياضات الروحية قد يمارسوا رياضة اليوغا مثلا للتخلص من الطاقة السلبية والتخلص من الضغاطات اليومية ومنهم من ينتمي إلى بعض المؤسسات التي تهتم بالعناية وبالكوتشين لكي يتعلم كيف يغذي الروح وتعلمه الطريقة كيف يتفادي التفكير السلبي تفادي التفكير السلبي واغتيار التفكير الإيجابي لأن التفكير السلبي عادة هو يدمر النفس والروح ولا يستطيع صاحبه أن يتخذ قرار هذه المؤسسات معروف من ينضم إليها تكلفتها غالية جدا باهضة ينتمي إليها كبار القوم هناك مسؤولين كبار وعملهم هو اتخاذ القرار المناسب قرارات كبرى وعليه أن يكون مستعدا وقد تهجم عليه أفكار سلبية ويتحلص منها عن طريق التفكير الإيجابي وقد تهجم عليه ضغوطات يومية لأنه مطالب باتخاذ القرار السليم في الوقت المناسب يحتاج إلى تدريب والروح لكي تستطيع أن تساعده لا بد أن يغذيها بمثل هذه الرياضات رياضات اليوغا والطاقة والتفكير الإيجابي وغيرها لكن هناك في الطريقة الإسلامية وهي أمر بسيط لا تؤدي فيه ثمن لأي مؤسسة ربنا جعله مجانا كالهواء وكنور الشمس وكالمطر من السماء مجانا لأنه هبة من الرحمن البشر لا يملكه لو ملكه البشر لا وضعه في قنينات وباعه بدراهم غير معدودات لكن الله تعالى من فضله جعل هذا الأمر له من بين الأمور التي تجعلنا نستطيع أن نرب هذه الروح ونقويها وبالتالي نعمل على تصفية الدهن والخروج من الطاقة السلبية ونكتسب الطاقة الإيجابية ما هي؟ أولا أن الإنسان يمارس ما يسمى بالتفكر في خلق الله أن تتفكر في خلق الله يسمى التفكر والتذكر إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك سبحانك فقن عذاب النار أول طريقة لمن أراد أن يربي روحه لتكون قوية ونورانية وإذا كانت كذلك ستسعد لأن هذه الروح تمد الجسد بالطاقة وتمد العقل والفكر بالنور وبالتالي يعطيك الله القبول في الأرض وتتمكن من الممارسة كل شؤون حياتك بكل بساطة تغذية الروح أنك تتأمل في مخلوقات الله انظر إلى الشمس حالة إشراقها انظر إلى هذا الكوكب العظيم كيف يصعد من يحركه ثم كيف يغرب عند غروب الشمس انظر من يحرك هذا كأنها ساعة ويأتي القمر الصنو الصغير ثم تأتي النجوم كأنها ساعة مضبوطة لا يمكن للشمس مرة أن تقول أنا معذرة لن أستطيع أن أشرق اليوم إنني مريضة أو إنني عندي أشغال لن أستطيع أبداً إنها تشرق في التمام والكمال وكأنها سأكل بحسبان بحسبان الشمس والقمر بحسبان يعني ساعة دقيقة من خلقها من صيرها من جعلها هكذا لما تتأمل مثلاً في هذا النوع من المخلوقات روحك تشرق ولك أن تتأمل في الكون بأسره في البحار والأمواج في الصحاري والفجاج في الأنهار والوديان في الأشجار والنبتات في الحيوانات في البني الإنسان في كل المخلوقات تتفكر لما تتفكر في خلق الله فإن الإنسان ينسط لصوت الروح داخلنا يستشعر معجزة الخالق فينا نشكره من خلال هذا الأشياء التي خلقها من أجلنا أرواحنا في صدورنا هي أصلاً من صنع الله وصنعه وبديع صنعته فالصنعة هي من الصانع فتبارك الله أحسن الخالقين حينما نفكر وندبر ونتأمل هذا أول شيء يغدي الروح بعد ذلك هناك أمر آخر يؤدي إلى تغذية الروح ربنا أشار إليه وهي أن الإنسان يتغذى بالقرآن القرآن لأن الله تعالى له كتابان كتاب مقرؤ وكتاب منظور الكتاب المقرؤ هو القرآن الكريم والكتاب المنظور هو الكون من حولنا لابد أن نرتبط بهذين الكتابين هذين المصدرين الكون المخلوق لله المبدع وهذا القرآن العظيم إنه يغدي الروح ثم من الأشياء التي تجعل العبد يتقوى في روحه وهي أنه دائما يحافظ على الصلاة لأن الصلاة التي فرضها الله علينا ربنا غني عنها نحن المحتاجين إليها كلما صلينا لله فإن أرواحنا تصعد إلى السماء الجسد يبقى في الأرض الجسد الترابي الطيني يبقى في الأرض ولكن لما تصلي لله وتخشع فإن روحك تصعد إلى بارئها وهذه الروح تسجد نحو الملكوت ثم تعود إليك فتجد هذه الروح قوية نظيفة لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال الصلاة تريح الروح خصوصا خصوصا قيام الليل من أراد أن يقوي روحه ربنا يوزع يوزع الإمداد في فترة من اليوم وهي في جوف الليل لهذا من يقوم الليل فإنه يربي روحه يطهرها اغتنم ولو ركعتين في جوف الليل والناس نيام انظر ما الذي سوف يقع لك إن شرح لن تحتاج إلى إلى معالج ولا إلى الطبيب نفسي ولا إلى إلى راق لن تحتاج إلى مخلوق لأن الخالق سوف يمدك بالمدد ربنا قال عن الذين يقومون الليل لما امتدحهم في كتاب العزيز قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون هؤلاء أصحاب الأرواح القوية والندية كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسهار هم يستغفرون إما يقومون بالرقوع والسجود وإما ينامون ولكنهم مستيقدون يستغفرون المولى لا يناموا إلا بالاستغفار لهذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغنائه عن الناس هذا من شرف المؤمن كذلك أيها الأحباب الكرام من الأشياء التي تغدي الروح وهي أن الإنسان إذا وقع في خطيئة يسرع بالتوبة نحن البشر نخطئ كامل والخطأ هو صنع بشري كتبه الله على بني البشر لكن ربنا يفرح بالتوبة نسرع بالتوبة أنا أخطأ لكن أتوب بسرعة بسرعة أغير مسلكي وأغير سلوكي وأرجع إلى التوبة والله تعالى يفرح بتوبة العباد لما نتوب إلى الحق عز وجل سئل الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما تزكية الرجل نفسه قال تزكية الرجل نفسه أن يعلم أن الله معه أينما كان تعلم بأن الله يراك ويسمعك وهو معكم أينما كنتم تزكية الرجل نفسه أن يعلم بأن الله معه حيثما كان سيدنا النبي كان يعلم صحابته الكرام كيف يسموا بأنفسهم ويعلوا بها ويرتفعون بها عن سفائس في الأمور ومحقرات الأشياء كان يقول لأصحابه الكرام جددوا إيمانكم جددوا إيمانكم قالوا وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله قال أكثر من قولكم لا إله إلا الله كلمة التوحيد إنها تغدي الروح فيتامين مهم للروح قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله نفسك تتغدى وروحك تشرق وإذا أشرقت روحك والله إنها السعادة بعينها إذا كنت تشكر من مرض سكري أو ضغط دم إذا كنت تشكر تشعر بفشل كلوي أو بهششة عظام أو بإنهيار عصبي كل هذا سيشفى أهضم طريقة للشفاء المجاني بدون تكاليف وبدون ترتيبات وهي أنك تعتني بالروح والروح فيها مدد وفيها إشعاع فتمد الجسم بطاقة نورانية وتشفى كذلك أيها الأحباب الكرام من الأمور التي بها تتغدى الروح وهي أننا نتعامل مع الآخرين بلباقة نتعامل مع الآخرين برحمة ونتصابق لتقديم المساعدة على قدر الاستطاعة إنها لها دور كبير في الشعور بالسعادة والرضا وزيادة الرزق والبركة في الحياة ومساعدة الآخرين ربنا يعطيك الخير ويعطيك البركة فربنا عز وجل أعطانا هذه أسباب تقوّل روح بل أكثر من هذا الحق عز وجل وضع لنا مواسم مواسم طيلة السنة فيها محطات يكون فيها توزيع الهبات من عند الرحمن وتتغدى الأرواح فقد قال النبي الكريم إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا ما معنى هذا الكلام؟ إن لربكم في أيام الدهر نفحات يعني السنة الدهر هو السنة المقصد بها هنا هناك محطات هناك نفحات فتعرضوا لها ما هي هذه المحطات؟ عندنا مثلا رمضان مدرسة روحية بامتياز عندنا عيد الفطر السعيد عندنا عيد الأضحى المبارك وعندنا غيره من المناسبات السعيدة كذكر المولد النبوي الشريف وغيرها من المناسبات موسم الحج الأكبر وغيرها من المناسبات هنا ربنا عز وجل يفتح المدد إن لربكم في أيام الدهر نفحات فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تصبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا للأسف أن الناس في الغالب يحبون مطالب الجسد رغم كل هذا الكلام فالناس هكذا خلق الإنسان وهكذا جبل يحب مطالب الجسد والروح تأتي في الهامش الحق عز وجل ماذا قال؟ قال زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرط ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب إنها الشهوات من النساء وأيضا من البنين وأيضا من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة وأيضا الخيل المسومة والأنعام والحرط كل هذا مجرد متاع الحياة الدنيا لكن ما عند الله حسن المآب الإنسان يأخذ من الدنيا ما فيه الكفاية دون أن ينسى بأنه يمتلك روح مطالب بأن يهذبها وأن يعلمها وطوبى لمن وفقه الله لذلك طوبى له لأن من توفق للعناية بالروح سيحصل على السعادة بامتياز في الدنيا قبل الآخرة لأنك إذا قمت بالاهتمام بالروح ولو تأكل طعام قليل تشعر بالشبع ولو تلبس لباس متواضع تشعر بالغنى ولو تكون في مع الناس وهم يتنازعون أنت لا ما عندك مشكل ما عندك نزاع لأن روحك تجعلك تستمتع بالوجود وتستمتع بنعم الحق عز وجل وتشعر بأنك في النور نور أما الذي لا يهتم بالروح مهما جمع من الأموال وجمع من المناصب وجمع من الألقاب سوف يبقى عنده ظلام وعماء يسمح حوله يبحث عن النور لا يكد يجد إلى القليل أما من يتم بالروح حتى ولو كان فقير وكان سقيم فإن عنده الأنوار لهذا قال ربنا عز وجل أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فرق كبير هناك كان ميت نحن كنا أموات فأحيانا المولى هو الذي أحيانا بمدى أحيانا لما نفخنا فينا بالروحه ثم كشف لنا المستور وَجَعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ أنت تسير وهناك نور بين أيديهم وبأيمانهم يسبق كنور يفتح به الله القلوب ويفتح به الله العقول ويفتح به الله خزائنا الرحمن يغنيك المولى من فضله دون حاجة للناس وَجَعَلْنَ لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها رغم الأموال والألقاب والمناصب لكنه لا يهتم بالروح تجد عنده رغبة في الانتحار ورغبة في الانتقام ولا يكاد يجمع يجمع الأموال ويكدس التروات ويقولها المنمزيد دون أن يسعد لهذا ربنا عز وجل أمرنا بأن نهتم بهذه الروح فطوبى لمن اهتم بها فإن الله تعالى يعطيه نور تسير في الدنيا وتمشي في الطرقات والشوارع وفي ملكوت الله وتجد النور يسبقك عن يمينك وعن شمالك نور يمتعك من بين يديك ومن خلفك نور من الله تعالى يجعلك تشعر بالطمأنينة وبالسكينة وجسمك يشفى وجسمك يعافى وتشعر بأنك مقبل على الله فطوبى لمن اهتم بها الروح فاللهم يا رب يا كريم يا رحمن يا رحيم اقضف الأنوار في أرواحنا وفي قلوبنا واجعلنا من عبادك الخالصين المخلصين قولوا معنا جميعا امين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتراك في القناة يا رب يا كريم اشتراك في القناة